نفت الهيئة العامة للاستعلامات الإدعاءات التي جاءت في مقال نشره موقع CNN الأمريكي بعنوان تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار في قطع غزة وصرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديارة شوان بأن المقال الذي نشره الموقع الأمريكي هو في حقيقته محضو ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفقا للقواعد المهنية الصحفية المتعرفة عليها عالمية وأكد الرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مواصلة محاولات التشتيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بالدعاءات مخالفة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي